ربي يسر لساننا في تلاوة القرآن العظيم فإنه تلام الرحمن في دارين آمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أبلع المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم في الزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم قوما ملكة إيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغوا وراء أذلك فأولئك هم العادون والذين هم في أماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون فيك هم الوالثون يريثون الفردوس هم فيها خالدون إنسان من سلالة من طين ثم أجعلناه نطفة في قرير مكين ثم خلقنا النطفة علبة فخلقنا العلبة ملغة فخلقنا الملغة عذاما فكسونا العظام لعما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم لوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا خوقكم سبع طرائض وما بنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ما أن بقدر قسكناه في الأرض وإنا على ذهاب بي لقادرون أنشأنا لهم به جنات من نقيل وعناح لكم فيها حواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سينا تمرت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نصطيكم منها في بطولها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى البلد تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله ننزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين كذب وإلا قدرني جنة فتربصوا به حتى حين رب انصر لي بما كذبون أو هيلا إليه أن اشنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول منهم فلا تخاطب لي في الذين ظلموا إنهم مغربون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمقتلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمقتلين ما أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرصدنا فيهم رسولا منكم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أبلا تتخون قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بآيات وكذبوا بلقاء الآخرة وأطرحناهم بالحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكلوا مما تأكلون أمنوا واشربوا مما تشربون وإن أضعتم نجرا مثلكم إنكم إلا لخاسرون أيعدكم أنكم إلا مدتم وكنتم ترابا وإظاما أنكم مخرجون هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونأيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل نفترين على الله كذبا وما نعل له بمؤمنين رب يمصرني بما كذبون عما قليل ليصبحنا نادمين أخذتهم الصيهة بالحق فاجعلناهم غزايا فبعدل وهم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرون آخرين لا تسبق من أمة أجلها وما يستخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة الرسول أتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم حديثة فبعدل لقوم لا يؤمنوا ثم أرسلنا موسى وآخره هارون آياتنا وسرطان المبين فاستكتروا وكانوا قوما عالي فقالوا أنؤمنوا لبشرين مثلنا وقومهما لنا عبدون فقالوا أنؤمنوا لبشرين مثلنا وقومهما لنا عبدون فكذبوهما فقالوا من الملكين ولقد آتينا موسى الكتابا لعلهم يهتدون واجعلنا ابن مريم وأمه آياتا وآويناهما إلى نبوة ذات قرير ومعين يا أيها الرسل قلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم فأن هذه أمتكم أمتا واحدة وأنا ربكم خطبون فتقطعوا أمرهم بينهم سبرا كل حزب لما لديهم فرحون عذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبني أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبني مصارع لهم بالغيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من غشية ربهم مشفقون والذين هم في آيات ربهم يؤمنون والذين هم في ربهم لا يشركون وقلوبهم بجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون ولا نخلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالعطيهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هدا ولهم أعمال من ذون ذلك هم لا عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجارون لا تجاروا اليوم إنكم منها لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعطابكم تنقصون نبي سابقا تهجرون أم لم يدبر قول أن جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منقصون أم يقولون به جنة بل جاءهم للحق وأقصرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بلتينا هم ذكين فهم عن ذكين معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين لتدعوهم إلى صراب مستقيم وإلا الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراب لما كفون ولو رحمناهم فخشفنا ما فيهم من ضر للدوا في ضيالهم يعملون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم باباً لا عذاب جديد إذا هم فيه مبرزون وهو الذي أنشأ لكم السمع والبصار والأفدة قليلا ما تشكرون وهو الذي دراكم في الأرض ويلي تنشرون وهو الذي يحيي ويميتون وله اختلاف الليل والنهير يا فلا تعملون فالقالوا مثل ما قال الأولون قالوا أيدامتنا وكنا تراباً وعظاماً لإنا لمبعوثون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين من من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قرأ فلا تذكرون قلما رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله قرأ فلا تكتبون من بيديه مرخوظ كل شيء وهو يجير ولا إدار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل فعنا تسحرون لل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلقون وعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون وعالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون فلا تجعلني في القوم الظالمين قلنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون إذبع بالتي هي أحسن سيئة لأن أعلم بما يشفون وقل ربي أعوذ بك من هبزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب اردعون لعلي أعمل صالحا فيما تركك الله إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون فلا أن ساب بينهم يومين ولا يتسالون فان ثغلت موازينهم أولئك هم المفلحون فان خفت موازينهم أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفحوا ودوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تطلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا ظلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضلين أخذنا منها فيلعدنا فإنا ظالمون فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغبر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتغدتموهم زخريا حتى أمساوكم لك وكنتم منهم تضحكون إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ قال كَمْ لَبِتْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَا سِنِينَ قالوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ قال إِنَّ لَبِتْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْا أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا صَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَدَعَانَ اللَّهُ مَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَدِينَ وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَا هَلْآهَرَ لَا بُرْهَانَ لَوْبِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ حِدَى رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَابِرُونَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ حِدَى رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَابِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمُ وَأَنتَ غَيْرُ الْرَاحِمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم صورة أنزلناها وطرّضناها وأنزلنا بها آيات بيّلات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جردة منهما مئة جردة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائبة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجِلِدُوهُمْ ثَمَالِينَ جَلْدَةً وَلَا تَغْرُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَيْكَ هُمُ الْخَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ رَكُورٌ رَحِيمٌ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَذْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَهَدِمْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ عَنْتَ شَهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْ لَا فَضُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَهْمَتُهُ أَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِذْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَكُمْ لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ مِرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَدَابٌ عَظِيمٌ فَاللَّا إِسْتَمِعْتُوا قَدَّى الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِلْكُمْ مُّبِينٌ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْمَعَةِ شُهَدَاءِ فَيَذْ لَمْ يَأْطُوا بِالشُهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَاتِ لَمَسَكُمْ بِهِمَا أَفَضْتُمْ بِهِ عَدَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ أَيِّنَا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَادَ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَالٌ عَظِيمٌ يَعِذُكُمُ اللَّهُ أَنْ نَعُودُوا لِكِذِينَ أَبَدَنِ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَنَبَيِّنُوا اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِجَةُ بِالَّذِينَ آمَنُونَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدِّنْيَا وَلَا فَلَدِ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا أَنْكُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَأْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَوْحٌ رَحِيمٌ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد نبتا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتر أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليسرعوا ألا تحبون أيها بالله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وعيدهم وردرهم بما كانوا يعملون يوم إذي وفيه من الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الغبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون يومون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كديم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتصلموا على آلها ذلكم غير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوه فارجعوه أزكانكم الله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم الله يعلم ما تبدون وما تقمون كل المؤمنين يغضوا من أبصيرهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكانهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصيرهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبنائ بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن ببعولهن أو التابعين غير القربة من الدجال أبطب للذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وطوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وليستعب بالذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أرجنا تحصناً لتبتغوا أعرض الحياة الدنيا حين الله من بعدك رأيهن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبيلات ومثلاً من الذين خلوا من قبلكم موحبة للمتقين الله نور السماوات والأرض مطل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة للزجاجة كأنها كوكب درزيء توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يأتي الله لنوره لمن يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شال عليم في بيوت أدنى الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح لو فيها بالغدو والأصال رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتغلب فيه القلوب ولا بصال يهد يوم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من قبله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ما أن حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فغباه حسابه والله سريع لساء أو كبرمات في بحر اللجي يغشاه موت من فوقه موت من فوقه صحاب قرمات بعضها فوق بعض لذا أخرج يده لم يغجرها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور فلم تر أن الله يسبح لوماً في السماوات والأرض والطيس 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 صافات هل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بلا إفعالون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من برد وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء وعسره عن من يشاء يكاد سنافر به يذهب من أبصر يقلب الله العيل والنهار وإن في ذلك لعبرة للأبصر والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزل آيات مبينات والله يدي من يشاء إلى صراط المستقيم ويقولون أمنا بالله ومن رسوله وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وبال أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ياكم أبينهم إذا خريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم الذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إذ يحكم أبينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المخلحون ومن يضع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون أقسموا بالله جهد أيمانهم لإن أمرتهم ليخدوا الناس لا تقسموا راحة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حملنا وعليكم قل أطيعوا تتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المكين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكننا لهم دينهم الذي ارتضالهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمن يعبدونني لا يشركون في شيء ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لأنهم درهمون لا تحسبن الذين كفروا محجزين في الأرض ومواهم النار ولبيز الفسرين يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلوم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الضيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض هذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلوم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبل فذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ويرام تبرجات بزينة وهي استعفرنا خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأفروا من بلوتكم أو بلوت آبائكم أو بلوت أمهاتكم أو بلوت إخوالكم أو بلوت أخواتكم أو بلوت أعمامكم أو بلوت عماتكم أو بلوت أخوالكم أو بلوت خالاتكم أو ما ملبتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا إن شاء الله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأخروا من بلوتكم أو بلوت آبائكم أو بلوت أمهاتكم أو بلوت أخوالكم أو بلوت أخواتكم أو بلوت أعمابكم أو بلوت عماتكم أو بلوت أخوالكم أو بلوت أخوالاتكم أو ما ملكم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتادا فإذا دخلتم بلوتا فسلموا على أنفسكم تعيجة من عند الله مباركة ضيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إلا ما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامح لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأدل لمن شدت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتلة أو يصيبهم عذاب هذيب ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلموا ما أنتم عليه ويوم يردعون إليه فينبئهم بما عملوا الله بكل شيء عليم فينبئهم بما عملوا الله بكل شر عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلف كل شيء فقدره تقديرا وانتأذون إليه كالهة لا يحلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم قررا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا فقال الذين كفروا للهداء إلا أنكم اكتريه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ذلك وزورا فقالوا والأسفير الأولين فيثمنا عليه كبرة واصلا قل الأمر له الذي يعلم السر في السماوات والأرض فإنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسراق أو لا أنذر إليه ملك فيكون معه نذيرا فقالوا إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيفا ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وضعك الذي شاء جعل أنك حيرا حيرا من ذلك جنات ذجري من تحتها أنهار ويجعل لك بصورا بالساعة وعد ذنال من كذب بالساعة صغيرا إله أطح من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هلالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخرد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء كثيرا ومسريرا يَحْن فِيهَا مَا يَجَعُولَ خَالِدِنَا كَانَا عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْؤُولَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُ وَمَا يَعْدُّوْنَا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم ندخه عذابا كبيرا وما أوسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون ضعاما ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرونا وكان ربك بصير ربي يسر لساننا في تلاوة القرآن العظيم فإنه دلام الرحمن في دارين آمنين